إذا كنت في الصلاة وخطر لي بعد أن أكمل الصلاة أن أنجز عملا ما لكني لم أغير في مجرى صلاتي شيء فهل صلاتي صحيحة وهل علي شيء؟ الصلاة صحيحة الحمد لله ولكن الإنسان يدفع الوساوس والأشغال عن قلبه ويرجع إلى صلاته فإن لم يدفعها واستمر مع الأشغال ومع الوساوس ومع ال فإن هذا ينقص ثوابه ينقص الثواب وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيه منها هذا هو الخشوع الذي قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فعلى المسلم أن يحاول الخشوع بين يدي ربه وحضر إحضار قلبه وقطع الوساوس وقطع الشواغل عن فكره وعن قلبه وأن يقبل على صلاته لأجل أن يكتب له أجرها نعم نعم